مولاي المعظم المكرمون مدرسة كلية الحسين الثانوية للبنين وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لجهودها المتميزة في مسيرة التعليم ورعاية الطلبة وإبراز مواهبهم ودعمهم يتسلم الوسام مدير المدرسة السيد سفيان أزواري هيئة تنشيط السياحة وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لجهودها المتميزة في تسويق وترويج الأردن سياحيا وإبراز هويته الفريدة كوجهة سياحية عالمية يتسلم الوسام مدير عام الهيئة عطوفة الدكتور عبد الرزاق عربيات سماحة الشيخ عبد الحافظ نهار سلام الربطة وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لدوره الكبير في تطوير العمل القضاء من النواحي التشريعية والتنفيذية والخدمية وجهوده في التوسع ببرامج الحماية المجتمعية والإصلاح الأسر والتحول الرقمي في خدمات دائرة قاضي القضاء سيادة رئيس الأساقفة حسام نعوم وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الأولى لدوره الكبير وإسهاماته في تعزيز قيم الحوار والتسامح ومحاربة الفكر المتطرف ودعمه لجهود الدفاع عن المقدسات في القدس وعموم الأماكن المقدسة مؤسسة نهر الأردن وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الأولى لجهودها في تمكين الأردنيين والأردنيات وتنمية قدراتهم الاقتصادية يتسلم الوسام المدير العام للمؤسسة السيد إنعام البريشي الدكتور هيثم ياسين خليل سكرية وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الأولى لدوره الكبير في مجال الموسيقى وتقديمه عروضا متنوعة في مختلف المحافل الثقافية والفنية المحلية والإقليمية المرحوم إبراهيم علي إبراهيم سكجها وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الأولى لدوره الكبير وإسهاماته في تطوير الصحافة الأردنية ومقالاته التي ركزت على قضايا الوطن والأمة يتسلم الوسام نجله السيد باسم سكجها جلال برجس أحمد لغليلات وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الثانية لدوره الكبير في رفض الأدب العربي والأردني خصوصا في مجالي الرواية والشعر ونيل أعماله جوائز عربية وعالمية فضيلة الشيخ إسماعيل فواز درويش الخطبة وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة لدوره الكبير في تدريب الأئمة والوعاد والواعظات من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز الروابط المجتمعية ومواجهة الفكر المتطرف سامي ماجد خيردين بسيسو وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة لدوره الكبير في مجال العمل الخيري وتنفيذ الحملات المجانية لعلاج الأطفال الذين يعانون من مشاكل خلقية زيد ياسين محمد الحسبان وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة لدوره الكبير في مجال ريادة الأعمال وإطلاق تطبيقات أسهمت في جهود خدمة وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني جوليانا فؤاد فوزي الصادق وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة لإنجازاتها الكبيرة في رفع اسم الأردن عاليا باعتلائها صدارة التصنيف العالم للتايكويندو في وزن سبعة وستين تتسلم الوسام والدتها السيدة هاني الكيالي نور محمد صالح العجلوني وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة لجهودها الكبيرة في دعم ومساعدة المكفوفين من خلال تأسيسها مشروع مطر الهادف إلى توفير التعليم لهم محليا ودوليا شكرا سيدي صاحب الجلالة نستأذنكم مولاي لصورة اذكارية مع المكرمين وهكذا يشارف حفلنا على الانتهاء لكنه ليس سوى بداية للاحتفال بعيد وطن نفاخر باسمه وبين كل الأسماء وزفاف نسعد فيه وإخوتنا والأصدقاء أدام الله علينا الفرح والهناء وأدام الله راياتنا عالية خفاقة تعالق قلب السماء وكل عام والوطن وقائده بألف خير ترجمة نانسي قنقر